النهاردة أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعروي وزير التنمية المحلية ومحمد صعفان وزير القوى العاملة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العالم محافظة القاهرة والدكتور شاو إعلام مفتي الجمهورية أدوا أول صلاة جمعة بمسجد طحية مصر بالأصمرات وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدولة المصرية بتسير على الطريق الصحيح في بناء الإنسان وإن ما شهدناه اليوم في مدينة الأصمرات من استثمار في البشر وخاصة النشق والشباب أمر بيدعو للعزة والفخر وأكد كمان أن اليوم شهد افتتاح 45 مسجد وبالتالي أصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي 596 مسجد على مستوى المحافظات ده في الوقت اللي قال فيه اللواء محمود شعروي وزير التنمية المحلية أنه لأول مرة بيتم أداء صلاة الجمعة في مسجد طحية مصر بحي الأصمرات ثلاثة وده بعد افتتاحه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال كمان أن المسجد مجهز بأحدث الأجهزة والمكيفات وبيتناسب مع ما تقوم به مصر مؤخرا في ظل توجهات القيادة السياسية من تطوير الأماكن العشوائية وتغيير حياة المواطن للأفضل ترجمة نانسي قنقر